انا بتصفح موقع الجي اس ام ارين كثير هذا الموقع بتصفحه بحب هذا الموقع لقيتم حاطين في خانة سامسوغ انه فيه جهاز جديد اسمه الجي ستة بلس انا بعرف الجي ستة وعملت عنه فيديو فشفت البلس حكيت اكيد في عنا مواصفات اضافية حطوها لهذا الجهاز بدي اعرف شو هي و بدي احكي عنها فهذا الفيديو عن هذا البلس خلين نشوف سلام عليكم اصدقائي انا السيزار برحب فيكم في قناة السيزار ريفيوز اهلا وسهلا بالجميع جهاز الجي ستة بلس هذا الجهاز بالنسبة للتصميم بيشبه كثير جهاز الجي ستة والشي طبيعي طبعا يشبه لانه البلس حيكون معناه اضافات على الجهاز اللي اصلا موجود فالتصميم حيكون من البلاستيك اول اشي حتلاحظ عليه فرق انه في عندك بالخلف كامرتين الشغل الثانية البصمة مش بالخلف على الجنب ففعليا بقدر احكي لكم انه فيه تغيير بالتصميم وفي عندك كامرتين يعني واحدة زيادة وهذا اشي كويس نحكي عن الشاشة اذا بتذكروا الجي ستة كان عنده شاشة سوبر املود 5.6 انش على ما اعتقدها اذا بتذكر صح اما شاشة الجي ستة بلس فهون كان الغريب في الموضوع انه غريب انه بطلة سوبر املود صارت اي بي اس ال سي دي شو السبب بالتغيير ليش ما نستخدم سوبر املود انا بعتقد انه هاي الفئة الفئة رخيصة وسامسونج تتوجه فيها لسوق الهند او لسوق اللي فيها تتباع الاجهزة الرخيصة فبتتتقلل شوية معايير فانه ال سي دي هيكون اكيد ارخص من السوبر املود فلذلك غيرت وحطت ال سي دي بنسبة الاداء والمعالج كان في الجي ستة معالج ال اكزينوس 7870 اما في هذا الجهاز فالمعالج من سناب دراجون لما سمعت سناب دراجون معانته هذا الجهاز هيكون اكيد مخصص للصين او امريكا لانهم الوحيدين اللي بيطالبوا سامسونج بسناب دراجون ما بيطالبوا باكزينوس وهذا المعالج هو سناب دراجون ال 425 هذا معالج شوية يعني اصبح قديم ليش الاختيار انا بعتقد عشان السعر يكون ارخص بس برضه مش قادر افهم ليش مدامه بلاس يعني على الاقل 450 جاي اربعمية جاي ستة اربعمية خمسين بس ما رح ينفع معهم لانه اصلا معالج سناب دراجون اربعمية خمسين محجوز لال اي ستة وال اي ستة بلص اذا بتتذكره بالنسبة للكاميرات الجاي ستة كان عنده كاميرا واحدة في الخلف 13 ميجا بيكسل بفتحة واحد فاصل تسعة اما هذا الجهاز عنده كاميرتين الواحدة ستكون 13 ميجا بيكسل بفتحة اف 1.9 والثانية 5 ميجا بيكسل بفتحة اف 2.2 والكاميرا الامامية ستكون 8 ميجا بيكسل بفتحة اف 1.9 بالنسبة للبطارية الجاي ستة كان يدعم بطارية 3000 ميلي امبير بدون شحن سريع هذا الجهاز الجديد الجاي ستة بلص سيكون 3300 ميلي امبير بدون شحن سريع هنا نيجي نحكي عن السعر السعر المذكور على موقع جي اس امارينا هو تقديري مكتوب 240 يورو يعني ممكن يكون 250 دولار يعني مش عارف انا انا شايف السعر مش مناسب شايف المواصفات غير مناسبة انتو شو رأيكم بهذا الجهاز وهل هيكون خيار ممتاز للي ما معه فلوس يشتري هذا الجهاز اكتبولي في التعليقات تحت يعطيكم الف عافية بشوفكم في الفيديو القادم الى اللقاء